هل فهو لي قد سجد؟ لا، لم أريد أن أ���عزه، لم أريد أن هذا أن تكون حقيقة لم أريد أن يكون لديه أخيي فأعلم أنك لا تأتي من ذلك أنا ليس موظفهم فأعلم أنك يستطيع أن تقسر أشخاص أنك يستطيع أن تقسر أنك يستطيع أن تقسر أنك قد سجد تقسر هالفيديو الذي ظهرت في أمبر هارد الدافع عن نفسه لأول مرة في المحكمة زاد نقمة محبي جوني ديرب فانتشرت التعليقات على السوشال ميديا بأنها ممثلة وتحتاج لجائزة أوسكار على مشهد البكاء الكاذب اللي أدت أثناء استجوابها بحسب كلامهم وأمبر وجوني اللي انطلقوا بجلسات المحكمة بـ 12 إبريل مستمرين بالمثول أمام القضاء لنهاية شهر مايو مسلسل كشف الفضائح بين جوني ديب وأمبر هيرد مستمر أمام المحكمة بولاية فرجينيا بأمريكا فكل واحد منهم يحاول إثبات بأن المظلوم وليس الظالم فجوني رفع قضية تشهير ضد زوجة السابقة مقابل تعويض بـ 50 مليون دولار بسبب مقال نشرة عام 2018 بصحيفة واشنطن بوست والتي اتهمته فيه بالعنف المنزلي من دون ذكر اسمه وبدورها عارضت أمبر من خلال رفع دعوات ضده مقابل 100 مليون دولار فالتحرك القضائي ليس الأول بقضية انفصالهم فمنذ إعلان إنهاء زواجهم عام 2016 جوني وأمبر بيجتمعوا بأرواقة المحاتم وبتبادل الاتهامات وبينشروا الفضايا آخرها صور وفيديوهات محرجة لجوني عرضتها المحكمة بيظهر بإحداها وهو غاضب جدا وبتلفظ بعبارات نابية إذ جن جنونه أنما لاحظ وجود هاتف بوضع التسجيل فبدأ بالصراخ وتحطيم المطبخ وبصورة أخرى بيظهر ديب وهو فاقد للوعي الأمر لصدمه بعد ما اكتشف بأن زوجته كانت الصورة بالسر خلال فترة زواجهم وهالتسريبات من أمبر ضد زوجها السابق سببها أنه كسب تعاطف كبير من قبل الجمهور بعد تسجيل مسرب لها بتعترف في أمبر بأنها ضربت جوني ورمت علي الأواني والمزهريات بالمنزل مع محاولات دب الهروب منها وكان أكد دب بأنها رمت قنينة زجاج عليه أدت إلى إصابة إصبع ونقل على إثر ذلك إلى المستشفى للمعالجة موسيقى إصابة أكبر ومن خلالها وقد قمت بشكل جديد وكان أصبح بيشان وقد أظن جميعا وقد أخبرت أن بالتبع مني كانت سبب باللوك الكثير من الإصابات وموضع واللي زاد من حملة التضامن اللي أطلقها محبي جوني على مواقع التواصل من خلال هاشتاج هي مزاعم هيرد بأنها استخدمت نوع معين من المكياج لإخفاء آثار الضرب اللي تعرضت له لتؤكد الشركة المصنعة للمنتج بأن أطلقتها عام 2017 أي بعد انفصال هيرد وجوني وبعد واقعة الضرب المزعومة ولا أحد التسريبات والفضائح الطول ولكن يبقى جوني ديب نجم هوليوودي اللي أدرج إزمة بموسوعة جينيس للأرقام القياسية لعام 2012 باعتباره الممثل الأعلى أجرم بالعالم المتضرر الأكبر من كل ما يحدث جوني ديب بسبب هالقضية حرم من أداء شخصية جاك سبارو في الجزء السادس من سلسلة Pirates of the Caribbean أمبر هالد يقال بأنه بتم تقليص دورها ضمن الجزء الثاني لفيلم أكوامانتو إذ لن تزيد مساحة دورها عن عشر دقائق بحسب الأخبار وذلك بعد العريضة اللي تقدمت ضدها واللي صار موقعها لليوم ثلاثة مليون شخص من وقت إطلاقها في عام 2020